إن شاء الله من آخر لما يكون ليه بتقولي ليه عندها 20 سنة وعندها تجعيد الشمس وبينزلوا من غير سان بلاك وتفضل مكسرة ومشي الشمس حرق عنية أو يواجعها مكسرة فدي كلها بتعمل لها تجعيد وكي ده أول حاجة ممكن تكون لو حد سموكر طبعا بيدخن أو أنه هي بتاكل سكريات كتير أو سكريات لأ أن هي بتكسر الكولوجين والإيلاستين فبتخلي التجعيد تظهر بدري عن ده بالنسبة للتجعيد نفسها فيه تجعيد ستاتيك اللي هي ثابتة وهي قاعدة كده موجودة على وشها على طول وفيه دايناميك لما تتحرك تعمل إكسبريشن ترفع وشها تعمل تتحك تكشر دي تجعيد اللي هي الديناميك لو هنصلح اللي هي الديناميك المتحركة إزاي دي أحسن حاجة فيها البوتوكس بوتوكس رائع 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 وممكن تبتدي من عن سن العشرين معانا توضح البوتوكس والكلام اللي تقوله الدكتور البوتوكس أشهر الأماكن اللي أي بيشنت بتتدايق منها هي منطقة الجبهة لما بنرفع كده أو منطقة الحداصر دايماً أي حد يشوف واحدة مثلا لو مراته في البيت باكي يقوله أنت بكسرة ليه مش مكسرة ولا حاجة بصم معلمين في وشها هم معلمين عشان هيك تبتكشر قبل كده يعني ولا هيك؟ أو من كتر ما استخدمتهم وكشارهم أو الشمس أنا ببقى رجبة وشايف الناس وهم وقفين مثلا من الشمس عاملين كده طول الوقت من الشمس فوارد حتى لو هي مش منك كده ولا حاجة بس الشمس وخليها تعمل كده بالضبط بنحق إن البوتوكس ده مدته على الأغلب بتقعد لحد ستة شهور بيخلي العضلات اللي هي مسؤولة عن الحركات دي إنها ما تتحركش فبالتالي تكوين التجعيد يقل ينزل ولما تحقنه من بدري ما تضطرش بالضبط دي هنا موجودة محقونا في منطقة الكروس فيت اللي هي عند العين من الجم نتيجة حد بيتحجامد جدا وبيعبر عن نفسه فلما بنحق إن البوتوكس كل ده بيختفي معنا واحدة تانية مثلا فيه صورة تانية عند الجبهة دي برضو لو هي تستخدم تجعيدها وبتعبر عن نفسها جامد برضو لما بندي بوتوكس وبالذات بقى كمان عن سنة بدري ما تضطرش إنه هي لاتر اون تسمع فوشها طبعا هي قاعدة عادي جدا كده ومعلمة فوشها ساعات كمان بنحقنها بدوزج أو جرع أقل بحيث إن هي لا تعرف تعبر عن نفسها وكده بس برضو التجعيد مش موجودة أيها والبوتوكس كمان داخل وبشدة بنحقنه ساعات علشان فيه عرائز كتير جدا بتيجي تشتكي من إن مساماتها مفتوحة لما بيتحقن بنخففه ونحقنه تحت الجلد بجرعات صغيرة بيقفل البورس دي وده أكتر حاجة دوكيومنتد ومتوافق عليها إنها بتقلل المسامات وبتدي الريزولت سريعة بعد أربعة يام على طول تلاقي المسامات مقفولة وممكن تحقنها كل تلات شهور بيخافوا قوي قوي يقولك ده أنا أول ما هيوقف شكل هيبقى أوحش عمر ما منظرك هيبقى أوحش عمره ما هيبقى أوحش دايما بتبقى أحسن لإن أنا ريحت عضلة أنها تتحرك فدايما عمرك ما هترجعي للأسوأ بالعكس هترجعي للأحسن